هل الأمر الإلزام بحاكمية الشريعة في الدولة الإسلامية يخضع للشورى وللتصويت الديمقراطي ومن ثم يستمد شرعيته بقبول التطبيق أو عدمه أم أن الأمر مختلف في هذا الشأن لأن المبدأ الدستوري السلطاني الأول هو سيادة الشرع وما في شك بأن المشروعية العليا عندنا نحن المسلمين لقول ربنا جل جلال وقول نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك ربنا جل جلال إذا قال فاحكم بينهم بما أنزل الله وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما عراك الله فليس هناك مجال لعرض هذا الأمر على الاستفتاء نعم إلى الناس من أجل أن يختاروا أو يردوا يقبلوا أو يرفضوا